هذا الدين لا يؤخذ بالاستعجال وهذه أيضا نصيحة لطلبة العلوم الدينية هذا الفقه لا يؤخذ بالاستعجال العلم لا يؤخذ بالاستعجال الناس صايرة تريد كل شي شنو مثل سلق البيض تريد كل شي مثل ماكدونالدز يعني وجبة سريعة جاهزة على طول يأخذها ويأكلها حضرة جنابة يريد يدخل للحوزة شنو بأول شهر يريد يصير آية الله وطبعا إذا شوية يعرف شلون يعني يتحايل يصير آية الله بشهر واحد بشهر واحد يصير آية الله كبر عمامته يطول لحيته يتكلم بألفاظ معينة يبوق لك كلمة من هنا من هناك يستنسخ لك كلمة من هنا من هناك شي على شي صفط لك حتى شي يمشي تخلي لك جماعة هالشكل حولك يطربوا يقولك مدري شنو تصير آية الله خلاص انتهت تصير زعيم الحوزة العمية أنا أذكر بنفسي دخلت العراق بعد السقوط مباشرة شفت على جدران النجف كاتبين السيد مقتضى الصدر زعيم الحوزة الدينية أخ زعيم الحوزة العلمية شفت هالشكل واحد الله أكبر هذا الزعطوت شون صار زعيم الحوزة العلمية هو هذا بعد يعني عالمنا هو هذا هذه مشكلة كثير من الطلبة يريدوا العلم سريعا العلم يحتاج سنوات سهر ليالي تعب تأني صبر تدبر ليست المسألة بكثرة التعلم أئمتنا عليهم السلام يقولون ليس العلم بكثرة التعلم مو أنه أنت يلا الله خلي نخلص هذا المتن اللي احنا جاي نقرأه متن المكاسب مثلا متن الرسال بس خلي نخلص بسرعة يلا الله حتى يقال عني إنني أكملت دورة دورة المكاسب دورة الرسال ليس هكذا أنا عندي أن الذي يقضي حتى لو في اللمعة أو في الشرائع يقضي عشر سنوات هذا لعله الذي يستأهل أن يقال عنه إنه عالم إلى هالدرجة يعني طبعا شريطة أن يتوسع على متن اللمعة يعني يتوسع استدلاليا كذا حتى يتدبر أكثر يقرأ الأمر يقرأ درسه إن شاء الله عشرات المرات حتى يتأمل فيه أكثر ينتبه أكثر إلى دقائقه ينحفر بدماغ أكثر صاحب العروة ينقل في أحواله أنه كان يعيد درسه ست مرات يوميا ست مرات ولهذا صار صاحب العروة لهذا صارت العروة الوثقة متنا فقهيا يعتمده جميع العلماء ولا بد أن يهمشوا عليه في مرجعياتهم يعني كل مرجع العادة جرت هكذا أنه يأتي يخلي شنو هامش أو حاشية على العروة الوثقة لماذا هذا الاهتمام الذي انصب على العروة الوثقة من قبل كل العلماء دقيق أسلوب جديد دقيق ألفاظه حروفه محسوبة بدقة وما ذاك هذه الدقة التي اكتسبها صاحب العروة رحمه الله إلا بسبب أنه يحكى في أحواله أنه كان في أثناء طلبه العلم يعيد درسه ستة مرات شلون يقولون كان أولا يحضر الدرس هاي مرة ثم يذهب عند الأستاذ فيلقي الأستاذ الدرس عليه هذه مرة ثانية صحيح يرجع البيت مرة ثالثة يراجع مرة رابعة يذهب العصر يعيد الدرس إلى طلبة آخرين في مباحثة هاي صارت أربع مرات ثم يرجع إلى بيته فيستدرك ويعيد الدرس هذا مرة خمس مرات ثم في صبيحة اليوم التالي قبل تحضيره للدرس التالي يعيد أيضا مراجعة ذلك الدرس فيصير المجموع شنو ست مرات ست مرات يعيد الدرس نفسه لذلك ينطبع الدرس المطالب تنطبع في ذاكرته يصير خبير بها الآن مو بس أنه ما يحضر وكذا أصلا هو بالدرس نايم هو نص الدرس نايم ونص الدرس ما فاهم وبعدين يقوم يروح يطلع بره يشرب شاي مدري شنو يسولف إلى آخر وخلص هو آية الله آية الله هو هذا الموجود المشكلة هي هذه تريد العلم لازم تتعب خد لك جور لك نفس طويل نفس طويل وسنوات شنو اللي صار يعني ليش هذا الاستعجال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق شوية شوية ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى شوية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة